جدل حول إذا كانت الصين ديمقراطية أم لا ينتقد النقاد غالباً تنسيق السياسات خلف الأبواب المغلقة من قبل النخب الحزبية الديمقراطية في الصين تتميز بجوانب تمثيلية وانتخابية وتعتبر عملية كاملة لديمقراطية الشعب أو الديمقراطية الصينية ومع ذلك لفهم جوهر الديمقراطية في الصين من الضروري الغوص في جذورها التاريخية وفهم مبرراتها بعد ثورة 1911 حاولت الصين اعتماد أنظمة سياسية غربية بما في ذلك البرلمانية والمتعددة الأحزاب والرئاسية وفشلت جميعها في 1 أكتوبر 1948 تأسست جمهورية الصين الشعبية مما يشير إلى التحول من الاستبداد القرون الوسطى إلى ديمقراطية الشعب للمرة الأولى في التاريخ أصبح الشعب الصيني سيد البلاد في عام 1950 تم اعتماد الدستور الأول للصين الجديدة في المؤتمر الوطني الأول للشعب تم تأسيس نظام المؤتمر الشعبي كيف يعمل؟ اللجنة النقدية هي أعلى هيئة للسلطة الدولية إنه ينشئ جميع الهيئات الإدارية والإشرافية والقضائية والنيابية للدولة انتخاب نواب المؤتمرات الشعبية كل خمس سنوات انتخابهم على مستوى المقاطعة والمحافظة من قبل الجمهور ونواب المستويات الأعلى من المرشحين على المستوى الأدنى في 2023 كان هناك حوالي 82 مليون نائب في مؤتمرات الشعب على جميع المستويات 25 ممئة منهم تم انتخابهم مباشرة من قبل الناخبين وهناك إجمالي أكثر من مليار ناخب في الصين تجري أشكال أخرى من الانتخابات ينتخب السكان الريفيون والحضريون أعضاء للجان المجتمعية لإدارة شؤونهم بحلول 2020 انتخبت القرى والمجتمعات الحضرية في الصين 600 ألاف لجنة تقريباً 100 ألف في المجموع فيما يتعلق بالأحزاب السياسية تمتلك الصين 9 أحزاب سياسية بما في ذلك الحزب الحاكم الشيوعي وثمانية أحزاب غير شيوعية في الصين لا تتنافس الأحزاب السياسية على السلطة للحكم مما يضمن استمرارية السياسات الأحزاب الثمانية غير الشيوعية تعمل معاً وتحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني لتآزر في السلطة أعضاء هذه الأحزاب وغيرهم يشكلون نسبة معينة من النواب في جميع المستويات حيث يشغل بعضهم مناصب قيادية في الهيئات الحكومية سنوياً يجتمع آلاف المشرعين والمستشارين السياسيين في بكين لتقديم مقترحات حول تحسين الحوكمة من 2012 إلى 2023 اعتمدت الحكومة المركزية مجموعة من الاقتراحات والمقترحات النواب والمستشارون السياسيون وعددها ثمانية عشر ألاف اقتراح وتحول أربعين بالمئة منها إلى تدابير في الواقع ينبع ديمقراطية الصين من حكمتها التقليدية واختبارها عبر الزمن اختيار الشعب الصيني قد يكون جديداً بالنسبة لبعض الناس ولكنه قد أحدث معجزات في الصين وما زال يستمر في التسليم